اشتركوا في القناة بتوزيع مساعدات غذائية على أبناء وأهالي منطقة فغمة بمديرية السوم الذين يواجهون أوضاع معيشية صعبة وأكدت الهيئة حرصها على المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين وخاصة الأسر الفقيرة والأشد فقرا والتي تفتقر لأبسط الاحتياجات التي تلابي متطلباتها وأن المعونات تأتي ضمن سلسلة حملات للمساعدات الإنسانية تسعى الهيئة إلى تقديمها لأبناء المحافظة وفق خطة عملها وتلبية لنداء الأهالي في المديريات وفي محافظة شبوى قدمت الهيئة أمس دفعة جديدة من الأدوية النوعية لمركز بإرعل الصحية بمديرية الضموم استمرارا لجهودها الإنسانية في دعم المنشآت والمراكز الصحية في المناطق المحررة وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وتوفير الاحتياجات النوعية والتجهيزات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة كما وأكد فريق الهيئة في شبوى بأن الدعم يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء على الشعب اليمنية أو توفير الاحتياجات الطبية والأدوية المجانية لفتا إلى أن الهيئة تكثف من عملها الإنساني بالمحافظة عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي لتلبية احتياجاتهم ومساعداتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور وثمن وجهه وشخصيات اجتماعي ما تقوم به دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا من دعم متواصل للشعب اليمني وجهودها الإنسانية والغاثية للتخفيف على المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية كما وعبر الأهالي عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفرق عملها الموجود على الأرض الذي يبذل جهودا كبيرة في تقديم العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في مختلف مناطق محافظات اليمن مثامنين لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي تسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة وانعدام فرص العمل ومصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر ترجمة نانسي قنقر